اشتركوا في القناة اضطرنا الى مسيارة من يحدثنا على الرغم من اكتشافنا ان كل ما يقوله كذب لكن لم نشأ ان نحرجع وان لم تكن لديك هذه المهارة في قراءة ايحاءات الجسد واكتشاف الدلالات المرتبطة بذلك ففي هذا الفيديو سنتعرف على خمس علامات يمكنها ان تخبرك بسهولة ان من يتحدث امامك هو كاذب لمس الوجه او الانف او الحلق هذه الحركات التي يفعلها الشخص بلا وعي تشير الى انه يكذب عليك ان لحط شخصا يلمس وجهه باستمرار او يمر يده على انفه او حلقه ولم يكن يفعل ذلك في العادة فهذه علامة لكي تأخذ حذرك من الكلام الذي يقال فهناك احتمال كبير انه مجرد تلفيق ولا صح له ان بدأ لك ان الشخص المتحدث يتلعثم في كلامه او يكرر نفس العبارات والكلمات فهذه علامة اخرى على انه يحاول التفكير في ما سيقوله بعد ذلك وقد يشير ذلك الى تلفيق الكلام لكن انتبه بعض الناس يتلعثمون دائما ويكون ذلك جزءا طبيعيا من كلام لديهم فان كنت تعرف شخصا وتعلم انه لا يتلعثم في كلامه او لا يكرر جمله وعباراته فتلك اشارة وجب ان تضاعها في الحسبان ولا تستعجل في تصديقي كلامه يتوقف قبل الرد عليك التوقف لفترة قصيرة امر طبيعي لكن ما هو ليس طبيعي ان يتوقف الشخص لفترة طويلة ومريبة قبل ان يرد على سؤالك وذلك بمثابة تلميح انه يكذب هذا صحيح بشكل خاص ان كانت الاجابة متوقعة على سؤالك بسيطة وواضحة فقد يعني التوقف قبل الاجابة على السؤال يبدو سهلا ان الشخص يحاول تتبع ما يقوله ويرويه ليستمر في نسج كذبة منطقية النظر باستمرار نحو الباب لا شعوريا نحن ننظر الى المكان الذي نرغب بان نذهب اليه فقد ينظر شخص غير مرتاح الى الباب وذلك في اشارة الى رغبتهم بمرور الوقت وانتهاء المحادثة الكاذب لا يرمش بعينيه يسعى الكاذب الى التحديق باستمرار فيك وعدم كسر التواصل البصري كمحاولة للتستر على عصبيتهم وقدرتهم على خلق اكاذيب اخرى لذلك نجد انهم قليلا ما يرمشون او يبذلون جهدا كي لا ترمش عينهم امامنا الى هنا تنتظر حلقة يرفاق من قناة بعثرة لا تنسى اشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصل لايك جديد قناتنا والتنظم معنا يا صديقي في عالتنا المباثرة من لم يضق مرة تعلمي ساعة تجرى ذل الجهلي طول حياته